ترجمة نانسي قنقر لكم تعاوننا الكامل معكم في أداء المسؤوليات المنوطة بكم وثيقتنا في نجاحكم بإدارة هذه الدولة بفضل حكمتكم ورؤيتكم الثاقبة وأود أن أنوى بحسن اختياركم لموضوع هذه الدورة وهو محورية الإنسان السعي إلى تحقيق السلام والعيش الكريم للجميع في كوكب مستدام حيث يلامس هذا الموضوع الهام ما تصبو إليه جميع الدول والشعوب وأقتنم هذه الفرصة للتعبير عن عميق التقدير لسلفكم سعادة السيد بيتر تومسون على رئاسته وإدارته الناجحة لأعمال الدورة السابقة بكل اقتدار كما أجدد التهنئة لمعالي السيد أنتونيو جوتيروس الأمين العام للأمم المتحدة مقدراً ما يقوم به من جهود دؤوبة ومشكورة عكسها تقريره القيم عن أعمال المنظمة والذي أظهر فيه عزمه الجاد على إصلاح الأمم المتحدة وهيكلها وإداراتها وتفعيل دورها في إرساء دعام الأمن والسلم الدوليين والتنمية المستدامة وتفعيل دورها في إرساء الأمن والسلم الدوليين بما يتواكب مع المتغيرات والتحديات التي نواجهها مشيداً هنا بالجهود التي يبذلها فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الوليات المتحدة الأمريكية في دعم إصلاح الأمم المتحدة حيث كانت مملكة البحرين من أوائل الدول التي وقعت على الإعلان السياسي الذي دعا إليه فخامته حول دعم خطة الأمين العام لإصلاح الأمم المتحدة ولا يفوتني في هذا المقام أن أعرب عن خالص تعازمة ومواساة مملكة البحرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك ودول منطقة البحر الكاريبي وشعوبها الصديق جراء ما تعرضت له من كوارثة طبيعية أسفرت عن خسائر عديدة في الأرواح والممتلكات مؤكداً تعاطفنا التام معهم وتمنياتنا لهم بتجاوز آثارها السيد الرئيس تحافظ مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهب نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على نهجها الراسخ في تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع الأمم المتحدة بكافة أجهزتها وهيئاتها إيماناً بالدور الذي تطلع به منظمتنا في التوصل إلى عالم أكثر استقراراً ورفاهية وتأسيساً على هذا النهج فقد حفل هذا العام بالعديد من مظاهر التعاون المثمر حيث تم تدشين جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تم الإعلان عنها بمقر الأمم المتحدة وتهدف إلى توحيد الجهود المبذولة من قبل الهيئات الحكومية والخاصة والقطاع الأهلي والرامية إلى زيادة دور إسهامات الشباب في عملية التنمية المستدامة وفي شهر مارس الماضي تم الإعلان الرسمي عن انطلاق أعمال جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة السبيكة بن تبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة العالمية لتمكين المرأة والتي تتوافق مع أهداف الأمم المتحدة بتعزيز دور المرأة في عملية التنمية والتقدم وتعكس التجربة الرائدة والمؤثرة للمرأة البحرينية على الصعيدين الوطني والدولي كما عقد مؤتمر الشباب العالمي لتحقيق التنمية المستدامة تحت رعاية اسمه الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية والشؤون الشباب بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي وذلك بهدف توعية الشباب من مختلف دول عالم بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتعزيز دورهم في تحقيق هذه الأهداف وفي إطار حرص مملكة البحرين على مواصلة الجهود الرامية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والمحافظة على مركزها المتقدم ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا وفقا للمؤشرات الأممية فأنها تتطلع للتوقيع قريبا على إطار الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة 2017-2020 كما أنجزت بلادي خطوات متقدمة في مجال القضاء على العمل الجبري والاتجار بالبشر حيث صدقت على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وسنت قانونا يحضر جميع أشكال الاتجار بالبشر ويفرض عقوبات صارمة على الجناة وقامت بتطبيق نظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة ويوفر آلية ترصد وتعالج هذه الظاهرة غير القانونية والحماية منها وقد أصدرت مملكة البحرين مؤخرا قانون موحد للأسرة أرسى أداة تشريعية مهمة تعزز من استقرار كيان الأسرة وتحفظ لها كافة حقوقها دون استغلال أو إساءة استنادا إلى تعاليم ديننا الإسلامي السمح وما أكد عليه الدستور البحريني بأن الأسرة أساس المجتمع كما يجسد هذا القانون التزام مملكة البحرين بالقوانين الدولية المتعلقة بالأسرة والمرأة ودعما لجهود المنظمة الدولية في مواجهة مسألة الاحتباس الحراري والتبعات السلبية بتغير المناح فقد أودعت مملكة البحرين وثيقة التصديق على اتفاقية فاريس بشأن المناخ في ديسمبر 2016 وتجدد التزامها الثابت بذلك الاتفاق التاريخي الذي نأمل أن يؤدي إلى توحيد الجهود الدولية للتصدي للتداعيات هذه الظاهرة الخطيرة سيد الرئيس إن مملكة البحرين تؤمن وبشدة بأن تثبيت الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط والعالم ككل يستوجب إرادة سياسية مشتركة وعملا جادا ومتكاملا من الجميل يكفل احترام الأسس التي تقوم عليها العلاقات بين الدول من مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية لنتصدى معا لأكبر تحدي يواجهنا وهو الإرهاب وردع كل من يدعمه ويموله من دول وكيانات وأفراد لا سيما وأن الإرهاب الآن لا يقتصر على تنظيمات إرهابية يمكن محاربتها والقضاء عليها وأنما أصبح أيضا أداة لدول تسعى إلى خلق الأزمات في الدول المستهدفة خدمة لمصالحها الخاصة ما يجعلها شريكا أصيلة في الجرم الإرهابي وعاملا من عوامل زعزعة الأمن والسلم الدوليين وبالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لأمن واستقرار منطقتنا الحيوية الهامة فقد حرصت بلادي على إقامة شراكة استراتيجية مع محيطها وحلفائها كشركاء نعمل معا على ضمان الأمن في منطقة الخليج ومكافحة الإرهاب وتوفير الحماية لطرق الملاحة والتجارة العالمية وخاصة من خلال التعاون الوثيق بين قوة دفاع البحرين والأسطول الأمريكي الخامس الذي يتخذ مملكة البحرين مقر له ولقد شكلت قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الوليات المتحدة الأمريكية التي انعقدت بالمملكة العربية السعودية في شهر مايو من هذا العام وما نتج عنها من توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس مركز لتجفيف منابع تمويل الإرهاب والقمة العربية الإسلامية الأمريكية منعطفا مهما في الحرب ضد الإرهاب وبناء شراكة استراتيجية فاعلة بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون والدول العربية الإسلامية مؤكدا أن مركز اعتداء العالمي لمواجهة الفكر المتطرف الذي تم افتتاحه على هامش تلك القمم في الرياض سيكون مساهما فاعلا في مكافحة التطرف وتعزيز قيم التسامح والتعايش في العالم ويشيد في هذا السياق بقرار الجمعية العام القاضي بإنشاء مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتعيين وكيل للأمين العام لمكافحة الإرهاب كخطوة مهمة من شأنها تعزيز الجهود الدولية لمواجهة هذه الآفة الخبيثة سيد الرئيس لم يعد مقبولا اليوم أن يكون بيننا دول مارقة تقوم باحتلال الأراضي وتتعدى على سيادة الدول وتهدد الأمن والسلم الدوليين وتدعم التطرف والإرهاب وتنشر الكراهية والفوضى ولا يمكن أن يسمح لهذه الدول بأن تكون طرفا في جهود إنهاء الصراعات وحل النزاعات وتسوية الخلافات وإنهاء المآسي الإنسانية المعقدة التي كانت هي سببا في تفاقمها وذلك لضمان عدم إعطاها الفرصة لتستغل وجودها بيننا من أجل تحقيق تطلعاتها وأهدافها العدائية فأن التعامل مع مثل هذه الدول هو واجب ومسؤولية يتحملها المجتمع الدولي بأسرة فأما أن تلتزب بما تعهدت به وتلحق بالمسعى الدولي الجماعي الحميد نحو السلام والتنمية والرفاه أو أن تحاسب بشكل واضح ورادع وتفرض عليها العزلة والقوانين والقرارات الدولية الصارمة ومن هذا المنطلق وتعزيزا للجهود المبذولة للقضاء على التطرف والإرهاب وإيمانا بالأهمية التحالفات لتثبيت الأمن والسلام قامت مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وبدعم من دول عدة بممارسة حق سيادي من حقوقها التي كفلها القانون الدولي واتخذت قرارا بقطع العلاقات مع قطر بعد صبر طويل واستنفاذ كل السبل المتاحة لإيقاف سياسات انتهكت علاقات الأخوة ومبادئ حسن الجوار والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وتوفير الدعم المادي والملاذ الآمن للإرهابيين والمطلوبين قضائيا في بلدانهم والترويج عبر وسائلها الإعلامية لخطاب الكراهية والفكر المتطرف والمؤسسات والشخصيات الداعمة له والتي قمنا بوضعها في قائمة موحدة للإرهاب معظمها متوائم مع قوائم الإرهاب الدولي وذلك لتكون واضحة أمام العالم بعد أن امتدت آثار هذا الإرهاب للعديد من الدول ومن بينها بلادي حيث كانت قطر داعمة للإحداث الإرهابية الممنهجة التي مررنا بها وعنينا منها في مملكة البحرين وكلفتنا الكثير من أرواح الأبرياء من المواطنين ورجال الأمن وذلك في محاولة منها لتقويض الأمن الوطني والسلم المجتمعي وقلب نظام الحكم بمساعدة أطراف مرتبطة بها لذلك في المسئولية الجماعية تحتم علينا حماية دولنا وشعوبنا ممن يضمر لنا السوء والضرر والتصدي له بحزن وإن كانت قطر جادة فعلا لا قولا في الحوار والعودة إلى مكانة كانت لها بيننا فعليها أن تلبي وتلتزم بكل شفافية ووضوح لمطالبنا العادة المبنية على المبادئ الواردة في البيان الصادر عن اجتماع دولنا الأربع في القاهرة بتاريخ 5 يوليو 2017 والمتوافقة مع المواثيق والعهود الدولية مقدرين الجهود الحثيثة والمساعي الحميدة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة ونشدد على أن كل ما اتخذناه من خطوات انتجاه قطر لم ولن يمس شعوبنا ولا الشعب القطري الشقيق الذين كنوا له كل التقدير والاعتزاز وتربطنا معه أواصر الدين والقربة وعلاقة النسب والتاريخ المشترك وسنظل سنداً داعماً لأمنه واستقراره فقد اتخذت دولنا العديد من الإجراءات لمراعاة الحالات الإنسانية ومن بينها العلاقات الأسرية والأوضاع الصحية وما التسهيلات التي قدمتها المملكة العربية السعودية لأبناء الشعب القطري ومنها أداء مناسك الحج والعمرة إلا خير برهان على هذه الروابط الراسخة بما يفند كل الإدعاة التي تزعم بوجود حصار أو انتهاك لحقوق الإنسان ولا يفوتني هنا أن أعرب عن تهنئة بلادي للمملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة النجاح الكبير لموسم الحج الذي كان محل إشادة لكل من أدى هذا الركن الإسلامي العظيم في ردٍ بليغٍ على كل من أراد تسييس فريضة الحج وجعله موسماً للصراع والفتنة ولتبرهن الحكومة السعودية قدرتها الفائقة في حماية الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وكل قاصديها من حجاجٍ ومعتمرين وزوار كهدفٍ أسمى تحرص عليه قيادة المملكة العربية السعودية كما عهدناها منذ آمدٍ بعيد سيد الرئيس إن الأنظمة التي دأبت على نشر الفوضى والشر وتمثل معاولة هدمٍ وتخريبٍ ستكون هي الخاسر الأكبر جراء ابتعادها عن قيم التعاون الجماعي المتعارف عليها بين الدول وستكون شعوبها هي الضحية كما هو الحال في الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي يعاني شعبها من الظلم والبؤس والفقر والقمع والمشانق المعلقة في الشوارع في ظل أوضاعٍ معيشيةٍ صعبة أرجعت هذا الشعب ذو الحضارة التاريخية العريقة إلى الوراء عشرات السنين بسبب هدر النظام لثروة شعبه وأمواله وتسخيرها لتغذية العنف وتقويض الأمن في المنطقة لتحقيق طموحاته في الهيمنة والتوسع من خلال حرسه الثوري ودعمه للتنظيمات الإرهابية التابعة له من بينها حزب الله الإرهابي في لبنان وسوريا والميليشيات الإنقلابية في اليمن والجماعات والخلال الإرهابية في كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت وجمهورية العراق وغيرها من الدول التي عانت من هذه التصرفات العدائية لسنوات طويلة مؤكدين أن خطاب فخامة الرئيس الأمريكي هنا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تضمن قراءة صحيحة تكشف بكل وضوح عن الطبيعة الخطرة للنظام في إيران كونه مارقاً ومقوضاً للسلام في المنطقة مما يفرض على العالم أن يقوم بدوره في مواجهته لمنعه من الاستمرار في سياسته ووقف دعمه وتمويله للأرهاب وألزامه باحترام سيادة جيرانه ولأننا نسعى دوماً إلى الخير والسلام فأننا نؤكد على قيام علاقات طبيعية مع إيران يبقى مرهوناً بتخليها عن سياسات الهيمنة الطائفية والمذهبية واحترام قيم المواطنة لدى الشعوب والكف عن محاولات تصدير ثورتها القائمة على ولاية الفقية والالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية مطالبين إيران في الوقت ذاته بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى والتجاوب مع المساعي السلمية والمقدرة التي تبذلها الإمارات العربية المتحدة لاستعادة سيادتها على أراضيها وحل هذه القضية عن طريق التفاوض الجاد والمباشر أو اللجوء لمحكمة العدل الدولي من جانب آخر فأن جمهورية العراق التي عانت وما زالت من التدخلات الخارجية لجعلها ساحة للصراء قد حققت إنجازا يستحق الإشادة والدعم حيث تمكن هذا البلد الشقيق بما توفر له من إمكانيات من تحرير مدينة الموصل وقضاء تلعفر من قبضة تمظيم داعش الإرهابي وهو ما لم يكن ليتحقق لو لا تضحيات القوات العراقية وعزيمة الحكومة برأسة دولة الدكتور حيدر العبادي وكذلك دعم التحالف الدولي لمحاربة داعش والذي تشارك فيه مملكة البحرين بفعالية مؤكدا استمرار موقفنا الداعم لكافة الجهود الرامية لإحلال الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العراق والحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه أما بشأن الأوضاع في الجمهورية اليمنية فإننا نجدد التأكيد على استمرار دعمنا للحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبد الرب منصور هاد رئيس الجمهورية اليمنية من خلال المشاركة ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وتأييدنا للإجراءات التي تتخذها لبسط نفوذها على كافة الأراضي اليمنية وإنهاء سيطرة الميليشيات الانقلابية المدعومة من الخارج وتوصل لحل سياسي وفقاً للمرجعيات الرئيسية والمتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 22-16 بما ينهي جميع أشكال التدخل الخارجي ويضع حداً للحالة الإنسانية الصعبة التي يعاني منها الشعب اليمني الشقي ونجدد التأكيد على أننا لسنا مع طرف يمني دون آخر وأنما ضد التدخل الخارجي الذي لا يهدف أبداً لخير هذا البلد العزيز مقدرين الجهود التي يبذلها السيد اسماعيل والد الشيخ أحمد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن وفي الجمهورية العربية السورية فإننا نحث المجتمع الدولي على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين هناك وحقن دمائهم وإلزام كافة الأطراف بقرار وقف إطلاق النار وتحديد مناطق تخفيف التصعيد وضمان إدخال المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة وتكثيف الدعم والمساند للدول المستضيفة للأعداد الكبيرة من الأشقاء السوريين وفي مقدمتها المملكة الأردنية الهاشمية ودفع الجهود الرامية إلى تحقيق حل سياسي يحفظ لسوريا وحدتها الترابية وينهي التدخلات الخارجية في شؤونها ويقضي على وجود التنظيمات الإرهابية ويكفل الأمن والأمان للجميع أبناء الشعب السوري الشقيق ليكونوا قادراً ومشاركاً رئيسياً في مستقبله وذلك استناداً إلى بيان مؤتمر جنيف واحد وقراري مجلس الأمن اثنين وعشرين اربعة وخمسين واثنين وعشرين ثمانية وستين مؤكدين دعمنا لمباحثات أستانا وجهود المبعوث الأممي الخاص بسوريا السيد ستيفان دامستورا التي نأمل أن تساهم في وضح حد لهذه الأزمة التي طال أمده وفي دولة ليبيا فإننا نشيد بتحرير عدد من المدن الرئيسية من قبضة الجماعات الإرهابية ونؤكد دعمنا التام لجميع الجهود الرامية لتحقيق التوافق بين كافة الأطراف الليبية الوطنية واستكمال استحقاقات الاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه في مدينة صخيرات ومن بينها الجهود الهامة التي تقوم بها الدول جوار الليبي والاجتماعات التي ضمت دولة السيد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي في كل من الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية آملين أن تتواصل هذه الجهود بما يضمن وحدة ليبيا وسلامة أراضيها ويحقق تطلعات شعبها الشقيق في التنمية والتقدم مرحبين بتعيين السيد غسان سلامة كممثل خاص للأمين العام لأمم المتحدة إلى ليبيا ونتمنى له التوفيق والنجاح وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية فأن مملكة البحرين تجدد التأكيد على ضرورة دعم التفاوض لإيجاد حل سياسي توافقي ونهائي لهذه القضية في نطاق السيادة الوطنية للمملكة المغربية وعلى أساس قرارات مجلس الأمن التي أكدت على جدية المبادرة المغربية للحكم الذاتي وحث جميع الأطراف على التعاون الكامل مع الأمم المتحدة في هذا الشأن كما نؤكد رفضنا التام لما يتعرض له المسلمون في ميانمار من انتهاكات واستخدام للقوة المفرطة وندعو حكومة ميانمار بضرورة قيام بواجباتها تجاه حماية مسلم الروهينغا وتسليم وصول كافة أشكال الأغاثة والعون لهم بما يضع حداً لهذه المأساة الإنسانية سيد الرئيس تتبوأ القضية الفلسطينية موقع الصدارة في سلم أولويات السياسة الخارجية لمملكة البحر التي تقف مع الشعب الفلسطيني الشقيق لإنيل كافة حقوقه المشروعة وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 67 وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين وأننا إذ نرحب بالخطوات الإيجابية الهامة التي اتخذتها الفصائل الفلسطينية مؤخراً لإنهاء حالة الانقسام وإعلاء المصلح الفلسطيني العليا وانتهاج العمل السلمي ونبذ العنف فإننا نشيد بالدورة الكبيرة الذي قام به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة في هذا الشأن والذي يؤكد المكان المحورية لمصر في دعم ومساندة قضايا أمتها العربية باعتبارها العمق الاستراتيجي لمحيطها العربي وركيزة أساسية من ركاز الأمن والاستقرار بالمنطقة أن القضية الفلسطينية ليست قضية دينية فأرض فلسطين هي مهد الديانات التي عاش عليها الجميع في تعايش ووئام وإنما هي قضية سياسية بامتياز قضية احتلال أرض ينبقي أن ينتهي وشعب يجب أن يعود إلى وطنه وسلب لحقوق يجب أن ترد لأصحابها وهذا ما يجب على إسرائيل أن تعيه رغم كل هواجسها الأمنية فالسلام لن يتحقق لها ولا لشعبها إلا بتخليها عن كل مظاهر العنف ضد الفلسطينيين وعدم التعدي على حقوقهم وامتلاكاتهم المسلوبة وتوقفها عن أنشطتها الاستيطانية وعدم انتهاك حرمة المقدسات خاصة ما يشهده المسجد الأقصى المبارك من اعتداءات متكررة تستفز مشاعر المسلمين كافة بما يشكل عائقا رئيسيا لاستئناف عملية السلام وجميع المبادرات الأقليمية والدولية الداعمة لها معربين هنا عن خالص تقديرنا للجهود الكبيرة التي تقوم بها وكالة الأمم المتحدة لأغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا والمساعدات الملموسة التي تقدمها لأبناء الشعب الفلسطيني في الداخل وفي الدول المجاورة وتشدد مملكة البحرين على ضرورة عالمية الانضمام إلى معاهدة الحضر الشامل للتجارب النووية مع الأخذ في الاعتبار حق جميع الشعوب في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وعلى ضرورة تنفيذ إسرائيل للقرار الصادر عن اجتماع مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلاح النووية لعام 95 المتعلق بجعل الشرق الأوسط منطقة مزوعة السلاح النووي مشددين أيضاً على ضرورة تنفيذ إيران لقرار المجلس الأمن 2231 لعام 2015 بشأن الاتفاق النووي وما يتعلق بالصوريخ الباليستية والأسلحة الأخرى وضرورة تطبيق العقوبات الرادعة في حال ما أخلت بالتزاماتها طبقاً لهذا القرار ونظام الضمانات الدولية التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية مرحبين في هذا السياق بتبني مجلس الأمن بالإجماع قراره رقم 2375 الخاص بفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية لمواصلتها في إجراء التجارب النووية والباليستية التي تهدد جوارها والأمن والسلم في العالم السيد الرئيس لقد آمنت مملكة البحرين ومنذ قيامها ككيان عربي إسلامي عام 1783 بهمية العمل الجماعي في تحقيق الأمن والتنمية والرخاء وأن تسخر كل إمكانياتها للريادة خدمة لشعبها ومحيطها والعالم الأجمع على مر الأزمنة والعصور فقد حباه الله بقيادات حكيمة تتوارث روح المسئولية التامة لتحقيق المقاصد المثلى في العلاقات بينها وبين جيرانها وهي سائرة بمنهجها هذا ولن تحيد عنه أبدا عضوا فاعلا ومؤثرا في الأسرة الدولية وشريكا يعتز بشراكته في محيطه العربي والإسلامي وسنظل متمسكين وبكل قوة بهذا النهج باعتباره القاعدة الصلبة لعلاقاتنا الخارجية وملتزمين بالانفتاح على مختلف الثقافات والشعوب بقيام التسامح والاعتدال وسائرين على طريق التطور والتنمية بكل إصرار معزيمة لحماية ما حققناه من مكتسبات ومنجزات ونهضة ورخاء وشكرا سيدي الرئيس أشكر وزير الخارجية مملكة البحرين على بيانه اشتركوا في القناة